موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء من جديد بلقياكم بموقع إكسبرس تيفي في برنامجكم الأسبوعي لزيكو إكسبرس اليوم موضوعنا ألا وهو المجال القاروي مجال القاروي علاقته بالبطالة وماذا يمثل هذا المجال بالنسبة لساكنة المغرب وعدد البطالة وماذا أعددنا لهذا المجال القاروي لمحاربة آفة اجتماعية ألا وهي آفة البطالة ماذا أعددنا لتهيئ شباب العالم القاروي حتى يكون هذا الشاب عنصرا منتجا وعنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية حسب تقارير وأرقام المندوبية السامية التقطيت يبلغ عدد سكوان المغرب عند نهاية سنة 2023 ما يقارب 37.8 مليون نسمة والغريف الأمر أوي اللي خصن نخضوه اسمه بعيد الاعتبار وأن من بين هذا العدد 37.8 مليون نسمة 66% مخصصة لما بين أعمار 15 سنة والسن 64 سنة هذا السن أو هذا العمر اللي تكون الإنسان منتج وفعال في الاقتصاد الوطني العالم القاروي تيمثل في هذه النسبة 37.8 مليون نسمة 12 مليون و 658 ألف نسمة إذن ماذا أعددنا لهذا العالم القاروي اللي تساهم بطريقة مباشرة حيث العالم القاروي في المغرب هو المصدر اللي تعطينا الطروات لهذا البلاد وتيساهم في توزيع المنتجات الفلاحية لتلبية رغبات المستهلك المغربي فيما يخص البطالة كيف شناه في الحلقات السابقة ودائما حسب أرقام المندوبية السامية التخطيط وصل عدد العاطلين في المغرب عند نهاية سنة 2023 مليون و 58 ألف عاطل منها 40 ألف عاطل في المجال القاروي اللي ارتفع ما بين سنة 2022 و سنة 2023 هذا الارتفاع تعال الشباب العاطلين في المجال القاروي ارتفع بنسبة 5.9% اللي كانت شجلات في سنة 2023 إلى نسبة 6.3% بعد ما تشجل واحدة ارتفاع 11.8% في المجال الحضاري فإذا كنا تنتكلموا على محاربة البطالة و خلق مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار وتمشي الدهن دينا دائما إلى المجال الحضاري المدن يجب أن لا ننسى و لا يمكننا أن ننسى و لا يمكننا أن نهمشو العالم القاروي العالم القاروي خصنا كنا فاعلين سياسيين و فاعلين اقتصاديين نحط خطة و نحط دراسة مستقبلية لإنقاذ هذا المجال وإنقاذ شبابه و جعله شباب منتج يساهم في التنمية اقتصادية للبلاد و العدالة الاجتماعية و دائما استقرار الأمن إذن لإنقاذ هذا المجال هل يكونوا بطريقة مباشرة ساهمنا في تقليص و منغوش المحاربة بنسبة 100% لأنه ما يمكنش وهذه ظاهرة تتهمت جميع دول العالم على الأقل قلصوا من نسبة البطالة من شباب المجال القاروي و نكون ساهمنا في خلق مناصب شغل و نكون ساهمنا في تهيئة هذه الشباب ليكون عنصرا و مواطنا منتجا في هذه البلاد و نكون ساهمنا أيضا في الحد من الهجرة من القرية إلى المدينة هذه الهجرة تتسبب لنا أزمات اجتماعية و آفات اجتماعية نذكر منها على سبيل المثال و ليس طاهرة 100% لو هو خلق ما يسمى مدن الصفيح و ارتفاع البطالة في المجال الحضاري و خلق مناصب شغل في المجال العشوائي إذن أسئلة عديدة ولكن باش على أساس نكون ساهمنا في تهيئ المجال القروي يجب أولا بتعمير المجال القروي تهيئ البنيات تحتية المرافق الاجتماعية خلق مناصب شغل تشجيع الاستثمار في المجال القروي مواكبة شباب المجال القروي خصوصا محامل المشاريع و مواكبة التعاونيات و يجب ألا ننسى عنصرا أساسيا يخص و يهم جميع المغاربة ألا وهو ترشيد الماء شكرا لكم و إلى اللقاء في حلقة المقبلة بإذن الله اشتركوا في القناة